كلا كلا للمحهد لا لمعهد يضيف عام أو عامين من الدراسة لطلبة كليات القانون العراقية هذا الشعار أطلقه الطلبة المتظاهرون أمام نقابة المحامين لإيقاف قانون اعتبروه بالمجحف كونه سيصعب عليهم الحصول على هوية النقابة وممارسة المهنة نحن طلاب صف رابع قانون هسا قبل شهر كتبة ومسودة رفعوها إلى مجلس النواب يطالبون بإضافة سنتين دراسة إلى كليات القانون يعني هذا أكبر من هذا الظلم وهذا الوقت الذي يمور بالعراق إذا يطلع مثل هذا هي تقانون يعني أضافة سنتين للدراسة بكل رأس قانون أن نخدم أربع سنوات شمعنا بس نقابة المحامين يصدر هذا القرار نحن كطلاب قانون دخلنا القانون على حق مكتسب أربع سنوات أنه أربع سنوات أنه تخرج نصير محامين بعد التدريب الصيفي ما ليجي هسا ويجيب أنه هذا القانون هذه صعبة يعني نطالب من الأستاذ محمد الفيصل المحترم أنه يلغي محد المحامات يعني الوضع النفسي للطالب والمواطن العراقي بشكل عام حاليا ما يساعد على هذا القرار ولا الوضع المادي طالب القانون من رح يتخرج ما رح ينطوه هوية نقابة معناتها ممنوع يدخل لأي محكمة بصفة محامي هذا بحد ذات انتقاص من قيمة المحامي ندخل محكمة يقول لنا ابرز هويتك حتى تثبت محامي شو نقول لنا ما عدنا هوية مهنة المحامات تحتاج إلى حزمة إجراءات للحفاظ عليها من الطارئين والسبب يعود إلى تدني المستوى التعليمي بوصف نقيبها مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا المعهد سيعمل على سقل إمكانيات الخريجين القانونين ليكونوا مستعدين بالتعامل في دور العدالة والمجتمع نحن واجبنا كنقابة محامين نحافظ على مهنة المحامات نحافظ على نقابة المحامين عندما يحضر خريج جديد من كلية القانون إلى نقابة المحامين نسأله أسئلة بسيطة لا يعرف شيء بصراحة هذا من يروح للمحاكم رح يضيع فيه أروقة المحاكم كيف يتعامل مع الناس هل يستغل للناس كيف يتعامل مع القضاء كيف يتعامل مع النقابة مع الزملاء مع المجتمع هذه المعلومات غير موجودة لديهم وبالتالي هذه الخطوة في سبيل تحصينهم وتهيئتهم كمحامين جيدين للمستقبل وبالتالي يجدون فرص عمل حقيقية ولا يصبحون مجرد أرقام تثقل كاهل نقابة المحامين وتثقل كاهل الشعب في بعض التصرفات غير قانونية لعل هذا الإجراء الذي يحسبه البعض من المعنين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرسانة العلمية إلا أنه إجراء مرفوض من قبل طلبة بعض الكليات لعدم إمكانية تطبيقه في ظل المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد من بغداد منير الجبوري المدى